اشتركوا في القناة قد دل الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة على أنه كفر وردة عن الإسلام ولكن لا تلازم عند أهل العلم بين القول بأن هذا كفر وبين تكفير الرجل بعينه فليس كل من فعل مكفرا حكم بكفره إذ القول أو الفعل قد يكون كفرا لكن لا يطلق الكفر على القائل أو الفاعل إلا بشرطه لأنه لا بد أن تثبت في حقه شروط التكفير وتنتفي موانعه فالمرء قد يكون حديث عهد بالإسلام وقد يفعل مكفرا ولا يعلم أنه مكفر فإذا بين له رجع وقد ينكر شيئا متأولا أخطأ بتأويله وغير ذلك من الموانع التي تمنع من التكفير وهذا أصل عظيم يجب تفهمه والاعتناء به لأن التكفير ليس حقا للمخلوق يكفر من يشاء على وفق هواه بل يجب الرجوع في ذلك إلى الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح فمن كفره الله ورسوله وقامت عليه الحجة فهو كافر ومن لا فلا وفي الصحيحين وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسرف رجل على نفسه فلما حضره الموت أو صابنيه فقال إذا أنا مت فأحرقوني إسحقوني ثم ذروني في الريح في البحر فوالله لئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا قال ففعلوا ذلك به فقال للأرض أدي ما أخذتي فإذا هو قائم فقال له ما حملك على ما صنعت فقال خشيتك يا رب أو قال مخافتك فغفر له بذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى فهذا رجل شك في قدرة الله وفي إعادته إذا ذري بل اعتقد أنه لا يعاد وهذا كفر باتفاق المسلمين لكن كان جاهلا لا يعلم ذلك وكان مؤمنا يخاف الله أن يعاقبه فغفر له بذلك والمتأول من أهل الإجتهاد الحريص على متابعة الرسول أو لا بالمغفرة من مثل هذا وقال رحمه الله في المسائل الماردينية وحقيقة الأمر في ذلك أن القول قد يكفر كفرا فيطلق القول بتكفير صاحبه فيقال من قال كذا فهو كافر لكن الشخص المعين الذي قاله لا يحكم بكفره حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركها والحاصل أن مذهب أهل التحقيق التفريق بين تكفير الفعل وبين تكفير الفاعل وكذلك الأمر في التبديع هناك فرق بين تبديع القول أو الفعل وبين تبديع القائل أو الفاعل فليس كل من فعل بدعة صار مبتدعا ومن نظر في سيرة السلف عرف حقيقة هذا القول وعلم أن مذهبهم وهذه طريقتهم ورأى ما هم عليه من العدل والإنصاف وقول الحق والحرص على هداية الخلق لما خصهم الله به من العلم النافع والعمل الصالح وهذا هو الواجب على جميع الخلق أن يكون قصدهم بيان الحق وإزهاق الباطل مع العدل والإنصاف ليكون الدين كله لله والحمد لله رب العالمين انتهى كلامه فك الله أسره هو وإخوانه كم خسرت الأمة بتغييبه في السجون أعظم البلاء في البشرية هو الجهل بالله وأعظم التوفيق والهداية هو العلم بالله خلق الله عز وجل للإنسان ليعبد اختر إلهك إما الله وإما غير الله وإما هواك ولهذا الله سبحانه وتعالى حينما يدعو الناس إلى عبوديته يريد أن يحررهم من معبوديت من عبودية غير الله وعبودية الهواء